ما زلنا في الوحدة السادسة تخصيص التكاليف تكلمنا في المحاضرات السابقة عن تخصيص التكاليف العامة أو المشتركة وانا بتتطلب حكتين تحديد أساس التوزيع ثم العمليات الحسابية واخذنا مثال عليها ثم انتقلنا بعد ذلك إلى تخصيص تكاليف مراكز الخدمات على مراكز الانتاج وانا تخصيص تكاليف مراكز الخدمات على مراكز الانتاج يتطلب حكتين أول حاجة أساس التوزيع المناسب وشفناه في الجدول السابق ثم ننتقل إلى الشيء الثاني طرق تخصيص تكاليف مراكز الخدمات على مراكز الانتاج اللوكيشن ميثودز طرق التخصيص هنا أربع طرق واحد طريقة التخصيص الإجمالي طبعا بنقول كلمة تخصيص أو توزيع يعني كلمة تخصيص دي أو توزيع لاثنين واحد طريقة التخصيص الإجمالي الفول اللوكيشن ميثود طريقة تانية طريقة التخصيص المباشر أو الانفراضي دايركت اللوكيشن ميثود الطريقة التالتة طريقة التخصيص التنازلي ستيب داون اللوكيشن ميثود طريقة الرابعة طريقة التخصيص التبادلي ريس بروكل اللوكيشن ميثود طريقة التخصيص التبادلي هنا كل طريقة من الطرق الأربعة هنتعرف على شكل الطريقة مزاياها وعيوبها ثم نأخذ أمثلة على كل طريقة نبدأ مع الطريقة الأولى طريقة التخصيص الإجمالي الفول اللوكيشن ميثود نشوف شكل الطريقة بيتم إزاي لو تخيلت أن أنا عندي مركز إنتاج ألف ومركز إنتاج باء ومركز خدمات اسم سين ومركز خدمات صاد يبني عندي مركزين إنتاج ومركزين خدمات وافترضنا أن التكاليف الغير مباشرة الته غير مباشرة اللي متجمع في الأربع مراكز مثلا هنا عشرين ألف ريال تلاتين ألف ريال خمس تلاف ريال ستة ألاف ريال لو أنا هشتغل بطريقة التخصيص الإجمالي معناها إيه؟ من كلمة حتى إجمالي حروف واخد اللي اتنين دولة ومجمحهم مع بعض المجموع كام أحداشر ألف وعن طريق أساس معين نسبة معينة ووزع اللي أحداشر ألف وشوف نصيب ألف منها كام ونصيب باء كام يبقى احنا أخي ده كلمة إجمالي معناها إيه؟ جمعنا تكاليف مركز الخدمة سين ومركز الخدمة صاد والمجموع مع بعضه كرقم واحد يتوزع باستخدام أساس واحد على ألف وإيه وباء طبعا هنا لو تكلمنا على إيه؟ إن عيب كبير جدا أو عيب خاطر جدا في الطريقة إنك تدمج الاتنين وتوزحهم باستخدام أساس واحد تاب ليه؟ أقول لك ليه؟ قد يكون مركز الخدمة سين ده مثلا صيانة مركز صيانة المناسب ليه إيه؟ في التوزيع ساعة دوران الألات وقد يكون مركز الخدمة صاد ده شؤون العمال يبقى المناسب ليه؟ إن أنا وزعهم بنسبة إيه؟ عدد العمال كون إن أنا أجمعهم مع بعض ووزعهم باستخدام أساس واحد يبقى أنا ما اتبعتش الأساس المناسب لكل واحد حاجة تانية من العيوب التانية إن إلا موزعت وزعت على ألف وباء فقط على افتراض إن مراكز الخدمات دي بتخدم مراكز الإنتاج فقط مع إن ممكن مراكز الخدمات تخدم بعضها البعض ده اللي حنشوفه إن المزايا والعيوب نشوف كده طريقة التخصيص الإجمالي الكلام اللي أنا شرحته نقوله بالكلام حول بناء على هذه الطريقة بناء على هذه الطريقة يجب أن يتم تخصيص كافة تكلفة مراكز الخدمات بشكل إجمالي على مراكز الإنتاج المستفيدة أن يتم تجميع تكاليف تجميع تكاليف مراكز الخدمات وتوزيحها كرقم واحد باستخدام أساس واحد للتخصيص على مراكز مين؟ الإنتاج ده اللي شوفناه في الرسم الكروكي من شوية طيب مزايا طريقة التخصيص الإجنالي لا توجد اللهم إلا إيه؟ السهولة والبساطة ممكن نعتبرها ميزة لكنها هي ملاجمة زايا لكن الطريقة سهلة وبسيطة عيوب طريقة التخصيص الإجمالي العيوب إيه؟ استخدام أساس واحد للتخصيص ده أمر غير منطقي زي ما قلت من شوية ممكن مركز الخدمة سينك قد يكون المناسب له ساعات دوران آلات لو كان صيانة مركز صيانة والمركز الصادق قد يكون الأساس المناسب له عدد عمال لو كان مركز شؤون عمال العيب الثاني عدم الاعتراب بالخدمات المتبادلة بين مراكز الخدمات بعضها البعض بين مراكز الخدمات بعضها البعض يبقى مزايا الطريقة الإجمالية مفيش عيوبها حكتين استخدام أساس واحد للتخصيص أمر غير منطقي العيب الثاني عدم الاعتراب بالخدمات المتبادلة بين مراكز الخدمات بعضها البعض ترجمة نانسي قنقر